إحنا عائلة مشتتة هاي الجملة اللي ختمت فيها سيدة فيولا التقرير ويعني فعلا عفاف لما الإنسان بتطلع على القانون كقانون بظل قانون جاف ولكن لما نعرف تأثيره على حياة العائلات بشكل فعلي بيختلف تأثيره بشكل أكبر 100% وفي حياة بأكملها يعني تتأثر بموجب هذا القانون وأكيد رح نحكي عن الشق القانوني والإنساني أيضا في هاي المرحلة وينضم إلينا المحامي نجيب زايد المختص في قضايا لم يشمل أهلا وسهلا فيك أستاذة جيب إذن مثل ما سمعنا عائلة مشتتة وتوقع هاي من أكثر الجمل يمكن أو يعني التعبير والأوصاف اللي بتصلكوا لما بتوجهوا لرجال القانون في هذا الموضوع كيف اليوم يعني تنظر كرجل قانون لهذا القانون الجاف اللي عم يشتت الكثير من العائلات وعشرات الألف منها القانون قانون سيء جدا هو قانون عنصري يعني يضع كرامة الإنسان الإنسان الفلسطيني على مذبح السياسة ويضع هذه الحقوق في مكان كأداة في هذه اللعبة السياسية وأرى أن الوضع الآن في انهيار مستمر يجب أن نضع له حد أستاذي أنا بدي أخذك هايك لمحل كمان نحاول نحكي مع الناس باللغة باللهجة المحكية حتى يكون الموضوع أقرب لأن القانون عم نسمع عنه من الألفين وثلاثة عم يمدد مع كل حكومة جديدة ولكن اليوم لما في نقاش حوله صارت فرصة أنه الشريحة الأوسع تفهم شو بيصير مع عائلات موجودة بناتنا في كل فلسطين واللي عم بتعاني بشكل يومي الموضوع مش مرة بالسنة من روح ينمضي ورقة وبيكون بغلبنا فيه تفاصيل يومية بتأثر نقل نصورة هاي العائلات شو يعني منع لم يشمل كيف بيأثر على حياتهم في أرض الواقع يعني أبسط الأمور لما يعني شاب وصبية بدوا يتجوزوا خلينا نحكي في جيل العشرين في مقتبل الحياة لو فرضنا أنه الصبية هي اللي جاي من منطقة الضفة أو مش عم نحكي طبعا عن قطاع غزة لأنه بغزة بالوقت الحال مش موجود أصلا مش الاحتمال هذا غير وارد حسب القانون هذا لو فرضنا أنه هي من الضفة فهي ما بتقدر تحصل ولا على إشي مش رح تقدر تحصل على لم شمل لسبب أنه هي تحت سنة الخمسة وعشرين يعني الزوج لا يستطيع أن يتقدم للداخلية بطلب جمع شمل ولا يستطيع أن يمنح زوجته بطاقة الهوية ولا حتى تصريح للإقامة يعني القانون حول هؤلاء الأزواج إلى أشخاص خارقين للقانون يعني خرقوا القانون بوجودهم غير القانوني يعني لحد جيل خمسة وعشرين إذا المرأة على سبيل المثال هي التي تزوجت من مواطن في الداخل الفلسطيني وكأنه هي بتكون مقيمة بشكل غير قانوني بشكل غير قانوني ومعرضة للعقاب القانوني معرضة للمساءل القانوني يعني في فترة من الفترات كان العقاب سجن سجن فعلي طيب أستاذ نجيب أنا يعني خلال الفحص هيك والبحث عن القانون فيه يعني تجارب اسمعتها اللي بيقوله في بعض الأحيان يطلب مننا نعمل فحص DNA عشان نثبت أنه لولاد ولادنا بعيدا عن الموضوع الأدبي والأخلاقي قديش سيء وصعب كمان الموضوع طبع التكلفه هو مش بسيط يعني فحص DNA لكل فرد مكلف كمان للعائلات مش إنه بتم إجراؤه مجاناً وهو بس بغلبك تقنية للأسف الشديد مكاتب الداخلية بيستغلوا هذا الوضع بشكل مفرد يعني هناك إمكانية طلب لفحص DNA عندما يكون هناك يعني وضع مشكوك بأمره يعني هناك شك بأبوة الرجل لهؤلاء الأولاد والشكوك هذه لازم تكون ذات مصدقية لكن مكاتب الداخلية تقوم بطلب هذا الفحص بشكل دوري وبشكل دائم يعني هناك قرارات للمحكمة العليا إنه هناك تكفي إذا كانت الإثبتات كافية بأنه هناك أسرة هناك زواج وهناك أسرة إذا ما في حاجة للفحص هذا ولكن للأسف الشديد يعني يعني كمان الناس تتماشى مع قرارات مكاتب الداخلية ومشي يعني خلينا نحكي كالخراف إلى المذبح يعني بإيدهم يعملوا بإيدهم يعترضوا طبعا يشاوروا في الموضوع وإذا أحوج الأمر أنه يتوجه للمحاكم يعني ضد هذا يعني رح نسأل عن جد قديش الاستشارة القانونية ويعني وجود هاي القضية قضية أسرة نموذجية في أروقة القضاء بتساعدها ولكن لأنه ذكرنا موضوع الـ DNA المثال الصارخ هو العائلة اللي عندها أطفال شو بتكون يعني وضع الوضع القانوني لهدول الأطفال شو بيكون إذا ما في لمشمل إذا ما أخذوا استثناء معين أولا الأطفال إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية الإسرائيلية فليس هناك أي إشكال أو أي مشكلة بهذا الموضوع حتى لو تم إنجاب الطفل فعليا في أراضي المحتلة حتى لو لغاية جيلين يعني بما معنا رح أتطرق لهذا الموضوع كل طفل يولد لأب أو أم يحمل الجنسية الإسرائيلية هو يحصل على الجنسية أو المواطنة بشكل تلقائي حتى لو ولد خارج البلاد ولكن هناك تحديد لاجيلين يعني إذا الأب ولد خارج البلاد أو الأم ولدت خارج البلاد والطفل ولد خارج البلاد فلا يستطيع ابن هذا الطفل أي الحفيد الحصول على جنسية بشكل تلقائي يعني رح يكون فيه إشكال بهذا الموضوع أما إذا لم يحمل الأب أو الأم جنسية إنما يحملان بطاقة هوية دائمة كأهل القدس مثلا فهناك إشكال طبعا بمكان الولادي لأن مكان الولادي له وزن معين بتسجيل الطفل في استجيل السكاني يعني على مدار السنوات تعاملت مكاتب الداخلية مع هذه الأطفال المولودة خارج البلاد على أنها تحتاج إلى طلب لمشمل إلى أن تم تعديل الأنظمة بهذا الخصوص ويعني اليوم التعامل أسهل نوعا ما بعد قرارات حكم ومحاكب لكنه ما زال بيروقراتي شفنا بالقصة أم رواد بالتجربة عم بتقول أنه أنا كمان ابني رواد مع أنه ابني موجود ومواطني إسرائيلية مش طلع له إقامة لما كنا نسافر حتى على مستوى على الأردن أو أي مكان فيه عبور حدود كنا نضطر نسافر من خلال يعني كان الولد يمسك شيء والأم مع جواز السفر واليوم الشاب موجود بريت البلاد لأنه حتى مش ملاقي فرصة للعمل في شهاد قداش اليوم فيه متضررين من هذا القانون حسب المعطيات اللي عندك يعني المتضررين بشكل عام يعني عشرات الألاف يعني ما يعادل الخمسين ألف شخص من المتضررين والمتضررين أنفسهم يقسمون إلى أقسام يعني هناك متضرر لا يستطيع أن يقدم أي طلب لم شمل بسبب تحديد الجيل قلنا للمرأة خمسة وعشرين فما فوق للرجل خمسة وثلاثين فما فوق يعني هاي الشريحة متضررة ما إلها أي حل لموضوع لم شمل يعني هاي شريحة مشتتة نهائيا للأولاد ما فوق سن 18 يعني إذا بلغ الولد سن 18 وما أدم لتسجيله في السجيل السكاني فكمان هناك يعني إشكالية إشكالية في هذا الموضوع الأولاد ما فوق سن 14 هناك إشكالية إذا كانوا مسجلين في السجيل السكاني في الضف الغربي لو الولد أجنبي وصل من أي مكان آخر في العالم وطلب التسجيل في السجيل السكاني فمصيره أن يحصل على بطاقة هوية لكن إذا كان الولد مسجل في السجيل السكاني في الضف الغربي فهو لن يحصل على بطاقة هوية هو سيحصل على تصريح للإقامة هذا هو التمييز الصارخ حسب الموطيات التي عندي في 30 ألف فرد فلسطين هذا نوع النوع الآخر هو من قدم المعاملة أو معاملة تلمي الشمل ما قبل 2002 و2003 قبل سن القانون نعم قبل ما تم سن القانون هؤلاء الأشخاص من حصل منهم على تصريح إقامة قمنا بتقديم التماس دستوري عام 2014 أدى إلى إصدار قرار من قبل وزير الداخلية أنذاك أريد رعي بمنح أولاء هذه الشريحة بطاقات هوية مؤقتة وهم اليوم يحملون بطاقات هوية مؤقتة لكن مجمدون مجمدون لا يستطيعون الحصول على بطاقة هوية دائمة يعني كل سنتين لازم يروح هذا الشخص مع زوجته أو زوجها يروح على الداخلية يقدموا أوراق ثبتية بأنه موجودين من جميع النواحي أرنونا، مي، كهرباء، فواتير، شهادات مدارس الأولاد كشف حساب من البنك كل الأمور إثبات مركز حياة في البلد هذا كل سنتين لازم يفرغوا حالاً ويروحوا لأجل التقديم لأجل التجديد هذه شريحة ثانية الشريحة الثالثة أستاذ نجيب بإيجاز يعني معنى أقل من دقيقة الشريحة الثالثة هي من قدم معاملة جمع الشمل ما قبل 2002-2003 وحصل على بطاقة هوية مؤقتة لا يستطيع اليوم الحصول على بطاقة هوية دائمة بسبب القانون يعني هو أيضاً مجمد الشريحة الرابعة هي من قدم معاملة لم الشمل ما بعد 2002-2003 ولا يستطيع الحصول على بطاقة هوية هو فقط يعني يحمل التصريح تصريح الإقامة ولا يستطيع التقدم في حياته بسبب تمديد وراء تمديد من الحكومة وراء حكومة بسبب تمديد 18 سنة بتمدد القانون بدون أي بصيص من الأمل وأنا الأواني لإسقاط هذا القانون أستاذ نجيب زايد شكرا لك على كل هذه المعلومات